الأيام الأخيرة ظهر اسم نور الفلاح الشابة الكويتية اللي دخلت مع ألباتشينو في علاقة وأصبحت حامل منه في طفل وهو عنده 83 سنة فتعالوا معي أعرفكم مين هي نور الفلاح وقصة علاقتها وحملها من النجم العالمي ألباتشينو وليه طلب منها تعمل تحليل DNA اتولدت نور الفلاح في عام 1994 في مدينة الكويت لأب كويتي من عائلة الفلاح السنية وأم أمريكية تدعى ألانا وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت بنمط الحياة الأمريكية بدأت نور الفلاح في دراسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا وحصلت على الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من الجامعة نفسها وبدأت في ممارسة عملها كمنتجة عام 2014 أنتجت نور أول أفلامها بعنوان شوارع الحياة وهو بيتكلم عن حكايات المشردين في الشوارع في عام 2014 وأنتاج التاني أعمالها في 2016 بعنوان بروسا نوسترا عن رجل بيحلم بعودة إخواته إلى الكلية كان زواج نور الفلاح لأول مرة من ميك جايجر المخرج العالمي البالغ من العمر 75 عام بعد ما تعرفت عليه في 2017 انفصلت نور عن جايجر في 2018 بعد ما ساعدها في إنتاج عدد من الأفلام المميزة وليها ثلاث أشقاء هما سوفيا وريمي وناصر ارتبطت نور بالنجم العالمي كلينت ستود البالغ من العمر 93 عام ولكنها انفصلت عنه وتعمل نور حاليا في شركة سوني العالمية اتعرفت نور على أل باتشينو في 2020 بعد ما انفصل عن حبيبته السابقة ميتال وهي دلوقتي حامل منه في الشهر الثامن وهو الإبن الرابع لأل باتشينو اللي عنده ثلاث أبناء هما جولي ماري 33 سنة وتو أمان أنتوان وأوليفيا البالغان 22 سنة وأكد الممثل الأمريكي المعروف أل باتشينو أنه بينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح اللي بدأت علاقتهم خلال وباء كورونا عام 2020 ولكن الصحافة التقطت لهم صور وهم خارجين في حفل عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022 الباتشينو هيبلغ من العمر مئة عام لما طفله الجديد يوصل صنه لسبعتاشر عام وعلشان كده طلب النجم العالمي طلب غريب جدا من نور الفلاح لو عاوزين تعرفوا إيه هو أنا هقولك موقع TMZ الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير كشف عن طلب النجم العالمي الباتشينو من صديقته الكويتية نور الفلاح عمل اختبار الحمض النووي بعد ما أعلنت عن حملها من النجم الأمريكي خلال الأيام الماضية أحد المصادر المقربة من النجم العالمي قال إن ألباتشينو متيقن من عدم قدرته على الإنجاب مش من نور الفلاح بس ولكن عن عدم قدرته من الإنجاب من أي امرأة في العموم وعلشان كده قرر إنه يختبرها لاعتقاده بأن الطفل مش ابنه الموقع قال إن ألباتشينو بيعاني من مشاكل طبية تمنعه من إنجاب الأطفال وتكلم عن صدمته لما عرف بخبر حمل صديقته خلال الفترة الماضية وعن شكه في الأمر لحد ما ظهرت نتيجة التحليل واللي أكد بالفعل إن الطفل هو ابن ألباتشينو وفي النهاية كان إيه رد فعل ألباتشينو لما عرف إنه لسه بيقدر يخلف وهو عنده 83 سنة وإنه هيبقى قبل المرة الرابعة من شابة كويتية من أسرة الفلاح عندها 29 سنة ترجمة نانسي قنقر